مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج تاريخ مباشر على قناة البلاد كنا في حلقات سابقة قد تناولنا أهم الفاعلين أو أهم القوى والتيارات السياسية الموجودة على الساحة الجزائرية في فترة الثلاثينيات من القرن العشرين وحاولنا أن نرسم لها كما نعمل دائماً صورة متكاملة لنفهم خلفياتها وأبعادها ودورها في تلك الحقبة وحاولنا كذلك أن نرسم ملامح لبعض الشخصيات الأساسية التي صنعت المشهد السياسي والمشهد العام في الجزائر وسنحاول في حلقة اليوم أن نتطرق إلى قضية أو إلى حدث أو إلى موضوع هام ومحوري في ثلاثينيات القرن العشرين في الجزائر وهو المؤتمر الإسلامي الذي شكل انعطافاً أساسياً في مصار الحياة السياسية والنظالية للجزائريين في تلك المرحلة ويسعدنا أن أستضيف لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محمد أرسكي فراد مرحبا بيك أهلا وسهلا الدكتور جمالي حياوي أهلا وسهلا أهلا ومرحبا والدكتور مولود عوينار مرحبا بيك شكراً لك إذن نبدأ معك دكتور فراد المؤتمر الإسلامي كما هو معروف جاء استجابة أو رد فعل من القوى السياسية على صعود الجبهة الشعبية للحكم في فرنسا في 36 ولكنه ارتبط كذلك بمشروع بين قوسين مشروع سياسي قانوني هو ما عرفه بمشروع بلوم فيولت بلوم هو ليون بلوم رئيس حكومة الجبهة الشعبية لكن شخصية فيولت تبقى إلى حد ما مجهول يعني موش معروف بقدر ما هو معروف ليون بلوم يعني وش علاقته بالموضوع ووش هي الخلفياته وشخصيته نعم فيولت موريس فيولت موريس فيولت هذا من مواليد 1870 نعم وتوفيه في 1960 يعني عاش تسعين سنة في عمره هذا محامي في التكوين التكوين انتعه محامي وينتمي إلى الطيار الجمهوري الاشتراكي الإصلاحي وهنا كلمة الإصلاح لازم نفهمها في إطار الأمبراطورية الاستعمارية صحيح فالإصلاحات كانت تهدف إلى اتخاذ بعض الإجراءات من أجل خدمة المشروع الاستعماري ما يعني نعرف بما معنى الإصلاح فيولت سياسة تعتبر بمثابة امتداد لإصلاحات جنار التي تمت مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى 19 وش هي إصلاحة جنار وانتم تعلمون أن الجزائريين قد شاركوا في الحرب العالمية الأولى تمت تجنيد حوالي 170 ألف جزائري مسلم ومات في جبهات القتال حوالي 25 ألف جزائري نعم فلذلك باريس أرادت لأن هناك فرق بين حكومة باريس وبين الولاية العامة في الجزائر نعم باريس أرادت أن تقدم يعني بعض الإصلاحات الطفيفة للصفوة الجزائرية للنخبة الجزائرية فظهرت ظهرت في إصلاحات شميت باسم واضع المشروع وهو جنار وهو جنار فيولت وامتداد وهذا فيولت امتداد لإصلاحات جنار وهي طفيفة يعني في الحقيقة لا تتجاوز منح المواطنة الفرنسية لعدد قليل من الجزائريين الذين خدموا في الجيش الفرنساوي والذين تعلموا شيئا ما في المدرسة الفرنساوية عندهم شهادة ابتدائية أو ما جوار ذلك وبعض كذلك نعم فإذن هو امتداد امتداد لإصلاحات جنار فيولت كان حاكم عام في الجزائر لمدة سنتين نعم من 25 إلى 27 معناه يعرف الوضع مليح ثم في حكومة الجباه الشعبية كان وزير الدولة هذا اقتنع فيولت منذ أن كان حاكما عاما للولاية العامة في الجزائر اقتنع أن فرنسا إذا كان حبت تحافظ بالجزائر لا بد لا لها من إصلاحات لا بد من اتخاذ يعني بعض الإصلاحات إذا نخبر هؤلاء الشباب يعني الجزائريون الذين تعلموا الفرنسيات وتزوجوا من الفرنسيات وخدموا في الجيش وما إلى ذلك لكن وجد معارضة شرسة من طرف المستوطنين إلى درجة أنهم لقبوه فيولات العربي يقول لوفيولات العربي لماذا؟ لأنه قدم المشروع من إصلاحات طفيفة كما قلت فلذلك وقبل 36 كذلك مباشرة بعد احتفال الفرنساويين بمقارنة عن احتفال الجزائر كتب كتاب مهم جدا لالجيري فيفراتيل هل تدوم الجزائر الفرنسية هذا واش حاب يقول هل تدوم واش قال في الكتاب انتاو يقول الفرنساويين يعني الفرنساويين ويقولهم إلا كان لازم تضعوا نصب أعينكم أن الشعب الجزائري المسلم بعد 20 سنة يوصل 10 ملايين نسمة منهم مليون جزائري مسلم تملأهم الثقافة الفرنسية نحن الآن إما أن نجعل من هؤلاء مواطنين فرنساويين نعطي لهم المواطنة الفرنسية وإما أن ندفع بهؤلاء إلى احتضان الثورة الصاخطة الثورة الصاخطة فإذا كان ما أعطينا لهم المواطنة هذه الفرنسية رح يتحولوا إلى نواة للثورة ضد الوجود الإسلامي والتاريخ أستاذ أبت قدر أعطاه الحق أعطاه الحق القراءة نتعوب كانت قراءة صائبة ولكن المستوطنين هم الذين عرضوا هذه نعم فلذلك فلذلك الملتقى يعني المؤتمر الإسلامي نعقد من باب التفاؤل من الحكومة اليسارية جبال شعبية لشكلتها الجبال شعبية وكان يعني الجزائريون وخاصة دعاة الإدماج المنتخبين ويتصورون أن هذه الحكومة اليسارية الاشتراكية ستستجيب لمطالبهم لمطالب وهي المطالب نقدرون نقسمها بصفة عامة نعود لها إذا سمحت لي هذا المدخل كان مهم جدا دكتور يحيوي حول شخصية ومسار لموريس فيولت اللي هو المحرك الأساسي للمشروع في حكومة الجبال شعبية هنا إذا ممكن تكلموا على المؤتمر في حد ذاته يعني كيف الفكرة كيف ظهرت كيف تم عمليا كيف يشتم لأنه عمومنا في العمومنا عرفوا أنه مؤتمر نعوقي دائم مثل الجزائريين تقريبا باستثناء نجم شامل إفريقيا ومشى وبعثوا وفد إلى آخره لكن ما هي تفاصيل الموضوع شكرا بالنسبة للمؤتمر أولا أنا نضيف لما قاله زميني الدكتور أرسقي فيما يتعلق بالإطار العام الذي جاء فيها المؤتمر لأن المؤتمر كحدث يعرفوا الأساته ويعرفوا الناس عامة وتفاصيل الجزئية حضر فولان هذه أمور معروفة لكن الإطار العام اللي جاء فيها هذا المؤتمر فيه وضع داخلي في الجزائر المستعمرة وفيه وضع دولي أيضا شيء كان يذكره دكتور أرسقي مهم جدا فيما يتعلق بشخصية موريس فيولات موريس فيولات كان يمثل ما يسمى البحث عن صمام الأمام سيدة سوباب لوقف الموجة الجديدة من الأفكار التحررية التي بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الأولى نعرفه بعد الحرب تشت الأفكار بما فيها مبادئ ويلسون وعودة الجزائر يتكلم عليهم مجندين وظهور الأحزاب وظهور الصحافة وبالتالي في وضع جديد في الجزائر موريس فيولات لأن السياسة الفرنسية يجب أن نفهمها جميعا دائما لا يمكن الفصل بين المراحل فيما يتعلق بالسياسة الاستعمارية والأهداف الأهداف اللي لم تتغير هو الاحتفاظ بالجزائر كان يقول احدى الدراسات موريس فيولات الهدف الرئيسي كيف نحتفظ بالجزائر وبقاء فرنسا في الجزائر كل السياسات في القرن 19 أو بداية القرن أو بعد الحرب العالمية الثانية أو ما يسمى بمشاعل الإصلاحات وكيفية الاحتفاظ بالجزائر ومحاولة الآن السياسة الدفاعية يعني الاستباق الأحداث ومحاولة لأنه كانوا يدرسوا أيضا الوضع القائم في الجزائر ورغم ذلك موريس فيولات رح يقصى ويبعد من المنصب ويجيبوا حق واحد آخر في مكانه ليه أقريب من المعمرين من المستوطينين بين قوسين لأن المستوطينين في هذه الفترة رح يظهروا بقوة على مساحة الأحداث أولا من حيث البعد الاقتصادي الخسارة الكبيرة اللي عرفتها فرنسا بعيدا عن الأرواح في الجانب الاقتصادي رح تعتمدها الاقتصاد الجزائر الاقتصاد الجزائري في يد المستوطينين وليهذا المستوطينين خافوا ربما رح تتغير المعطيات في الجزائر الوضع السياسي والاقتصادي الجديد فهم اللي يحن يفرضوا حاكم عام جديد ولهذا في الثلاثينيات لما تغيرت المعطيات وظهرت ما يسمى بالأفكار الوطنية آنذاك مع ظهور التيارات بين قوسين الوطنية بمفهوم أوروبا النازية والفاشستية في إيطاليا في ألمانيا وأيضا حكومة الجبهة الشعبية حكومة الجبهة الشعبية والجزائرين رأوا فيها بادرة أمل لتقديم بعض المطالب ولهذا نلاحظ أن الحكومة الشعبية رح تتمزج بين تعود للوراء إلى أكثر من عشر سنوات سابقة إلى مشروع اللي كان قدمه موريس فيوليت اللي هو امتداد لإصلاحة 1919 وتقدم مشروع جديد ويقوم عملية المج أو الدمج بين مشروع رئيس الحكومان ذاك أكدا ويصبح يسمى بلوم فيوليت هذا المشروع الآن من جهة هو اللي سيخلي ولكن قبل ذلك إذا سمحت لي في دقيقة أنه في وضع دولي آخر مهم جدا لما نقول المؤتمر الإسلامي كلمة إسلامي مهمة جدا في هذا المرحلة لأن الثلاثينات رح تشهد مرحلة مهمة جدا بالنسبة لعالم العربي الإسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية والتغيرات اللي وقعت في المشيق العربي كنا تكلمنا في حلقة سابقة على دور شكيف أرسلان في الدعوة الإسلامية في جناف رح يوقع ثلاث أحداث مهمة جدا الجزائرين رح يواكبوها وهنا باش يكون مؤتمر الإسلامي لممكن زميل الدكتور مولود رح يفصل فيه أولا مؤتمر إسلامي اللي وقع في القاهرة مؤتمر إسلامي في القدس والليشارك فيه واحد من الجزائرين الشيخ ماري متفيش من منطقة واد ميزاب لأي حضر هذا المؤتمر وأيضا مؤتمر مسلمي أوروبا اللي وقع في جناف وهنا قلنا العلاقة القوية عن طريق شاكيب أرسلان نعم عن طريق شاكيب أرسلان ثم إذن هذا الأحداث الآن سمحت الجزائرين ثم ماذا في المقابل إعادة تشكل الحركة الوطنية تأسيس جمعية العلماء تأسيس الحجب الشيوعي فيضرالية المنتخبين وفوز الجبهة الشعبية في فرنسا هذه المنطيات خلت قادة الحركة الوطنية يجتمعوا في هذا المؤتمر أولا اختيار المكان اللي هو الجزائر في قاعة الأطلس موجستيك سابقا والنقطة المهمة جدا تسمية المؤتمر الإسلامي كانت تتناسق مع هذا الوضع العام نعم نعم مؤتمرات اللي كانت في العالم العربي والإسلامي نعم إذن دكتور مولود انتلي رح تعطينا تفاصيل المؤتمر يعني الجو العام نتكلمنا عليه السياسي والدولي والمستوى الفرنسي الآن نظن أعتقد أنه الشخصيتين الأساسيتين في تحضير المؤتمر هما بن باديس وبن جلول كيف تم العمليين كيف تم الأمر طبعا فكرة تأسيس للمؤتمر الإسلامي في الجزائر نعم في الجزائر طبعا هي فكرة ليست والدة 1936 وإنما كانت هناك فترة فترة تنشتغل عليها رجال الإصلاح في الجزائر وتذلك رجال السياسة الصحة التعبير بشكل عام المنتخبين فكانت هذه الفترة موجودة وهو توحيد توحيد كل القوة التيارات والتيارات السياسية والحركات الاجتماعية في الجزائر من أجل مواجهة هذا الاستعمار هذا المشروع الاستعماري الاستعماري في ضرف مساعد في ضرف مساعد كما قلت لأن فيها أحداث داخلية وأحداث خارجية كلها تدفع تدفع نحو توحيد جهود الجزائريين للحصول على بعض المطالب لأن الهدف هو الحصول على مطالب مطالب اجتماعية مطالب اقتصادية مطالب ثقافية مطالب دينية وطبعا بعض المطالب سياسية حق الانتخاب فهذه إذن كل هذه المطالب تحتاج لتحقيقها إلى قوة إلى قوة لأن جمعة علامة وحدة لا تستطيع أن تفرض أن تفرض هذا المطالب على الاستعمال حيث بالشيوع الجزائري لا يستطيع أن يفرضها بالنسبة لاتحاد المنتخبين لا يستطيعون وحدهم فأمام هذه التحديات الداخلية وهذه الفرص الخارجية فأرادوا أن يستغلوها لتي يؤسس مؤطم أسلامي طبعا من الذي حرك هذه الفترة طبعا اختلف المؤرخون من له الفضل في تجسيد هذه الفترة في النهاية طبعا هناك فترة هي أن ابن بديس اجتمع مع محمد صالح بن جلول واتفقوا على تجسيد هذا المشروع وهناك من يرى شخصيتين لهم الفضل في تأسيس هذا المؤطم أو الدعوة الدعوة إلى عقد الله هناك من يرى فقط الشيوعيين الشيوعيين هم الذين لهم الفضل في تحريك هذا للهدوء الخمول الخمول السياسي كان موجود ودعوة إلى تأسيس هذا المؤطم إسلامي هناك من يرى لا هي اتحاد المنتخبين لهم الفضل بحكم أن عندهم تجربة تجربة سابقة في التكتل في اجتماعات في وضع اللوائح والمطالب السياسية فهذا فهذا نقاش طرح يعني يطرح لكن غير محدد بالضبط من هو اللي حرك الموضوع طبعا المحرك هم الاثنين يعني بن جلول وبن باديس بهذا التيار السياسي والشيخ عبد الحميد بن باديس بهذا التيار الثقافي الديري والمهم أنها انطلقت من قسانطينة انطلقت هذه الفترة أو تجسيد هذا من قسانطينة وقسانطينة اللي كان زعماء في مدينة قسانطينة في تلت المرحلة هما الشيخ عبد الحميد باديس وبن جلول محمد صالح بن جلول نعم عمليا أنا أصر أحيانا على التفاصيل خاصة مع التسمية على المؤتمر هل كان هناك يظهر ندوات تحضيرية يعني لأنه عادة المؤتمرات تسبق باجتماعات لجان عمل صياغة يعني عادة هذا هذا هو الجاري العمل به في إعداد المؤتمرات يعني خاصة النشاطات التي يطلق عليها صفة المؤتمر عادة تكون مسبوقة باجتماعات تحضيرية لجان لوائح كذا 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 أعتقد أنه الأمر تم بهذا الشكل أن المؤتمر الإسلامي كانت له يعني متاتب متاتب في العاصمة متاتب في قسنطين في وهران ونجد في كل هذه المتاتب نجد هذا المكتب تشكل عضو من جمعية العلماء نعم عضو من المنتخبين المنتخبين عضو من الحزب الشيوعي وأيضا حتى من الحزب اشتراك الفرنسي الحزب اشتراك الفرنسي تتموجد الفيدراليات السوسياليست فرنسيز تتموجد هنا في جزائر وأصبح الأمين العام الأمين العام لهذا المؤتمر هو بنحاج هذا كان هو هو رئيس الفيدراليات الاشتراك الفرنسي هنا في العاصمة نعم فأصبحت لكل هذه المتاتب يعني هيكل منتشر في قسنطين لجنة تحضير لهذا المؤتمر سيقع فيما بعد في جوان هنا في العاصمة نعم فتتونت الليجان على مستوى على مستوى المدن الكبرى المدن الكبرى وتتتون من هذه الشخصيات من هذه المنظمات المشكلة المؤتمر وفي الأخير وضعوا وضعوا القائمة اللونجور يعني المؤتمر هنا في الجزائر نعم يعني كان عمل استثنائي يعني بالنسبة للمرحلة أن تجتمع أهم القوى السياسية الموجودة في عمل مشترك عمل موحد إلى حد ما وإن كان ظل كل هذا تحت سقف مطلبي يعني على المستوى نوعية المطالب وكذا ظل دائما على مستوى مطلبي ما كان سقف لم يكن عاليا جدا يعني لم يكن استقلالي هذا هو المقصود وسنناقش المطالب مع الدكتور محمد رزق فراد بعد هذا الفاصل القصير إذن مشاهدين فاصل ونعود معكم لمتابعة هذه الحلقة من تاريخ مجددا في برنامج تاريخ مباشر على قناة البلاد كنا في هذه الحلقة نقش موضوع المؤتمر الإسلامي وش أهم المطالب لأفرزها أو نتجت عن هذا المؤتمر دكتور فراد شوف أولا هذا المطالب بإمكاننا أن نقسمها إلى قسمين نعم كين مطالب خاصة بالنخبة المفرنسة وكين مطالب خاصة بالجزائريين المسلمين صحي مطالب خاصة وعامة صحي وقد لخصها شارلوندري جوليان يعني في الكتاب في النقاط التالية منح المواطنة الفرنسية للصفوة الجزائرية مع احتفاظها بأحوالها شخصية نعم يعني خلافا لقانون 1865 اللي كان اشترط التخلي عن الأحوال الشخصية مقابل حصول هنا مع الاحتفاظ المواطنة الفرنسية للنخبة مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية نعم إلغاء القوانين الاستثنائية وفي مقدمتها قانون الأهالي نعم الذي أنزل الجزائريين إلى مدون المواطنة الفرنسية إلحاق الجزائر بفرنسا وإلغاء الولاية العامة هذه نقطة مهمة مهمة نعم لماذا؟ من أجل إنقاذ الجزائر من قبضة المستوطنين الذين كانوا حجر عثرة أمام الإصلاحات الطفيفة التي كانت تقدمها باريس فلذلك الجزائريين قالوا لا لازم نلغي والولاية العامة كذلك فصلت دين عن الدولة لازم نفهمها موش بالفهم من تاعة 2020 نعم لازم نرجع للمنطق اللي كان فيها ذاك الوقت يعني موش معقول موش معقول أن ديانة الإسلامية تسيرها وزارة الداخلية الفرنساوية فلذلك لا بد أن تعود الديانة الإسلامية إلى المسلمين يعني إلى الجزائريين هذا هو الفهم هذا هو المقصود نعم كذلك حرية التعليم اللغة العربية وحرية الصحافة العربية وإلغاء التمييز في العمل هنا تلاحظ هذه مطالب انت الشيوعين مثلا مساعدة الفلاحين الجزائريين بحصولهم على قروض بوكية وكذلك توحيد صندق الانتخابات لأنها كاين برمير كوليج دوزيام كوليج فهذه هي بصفة المطالب التي ذكرها شارلو أندري جوليان وتلاحظ ان فيها مطالب انتع جمعية العلماء فيها المطالب انتع الحزب الشيوعي وفيها المطالب انتع المنتخبين كل تيارات لشكلة المؤتمر الدكتور جونيحيوي يعني عموما عموما القارئ أو المتابع هذه مطالب تكرت تقريبا من 1919 وحتى كين بعضها ما قبل 1919 يعني في كل المراحل نضال الجزائرين كنا نسمعه مطالب أو نقرأ وحول مطالب مشابهة يعني وش أهميتها يعني وش من التميز اللي خذاته خلال هذا المؤتمر هذا المطالب يذكرها الدكتور رزقي لا تكمن الآن في حيث المحتوى لكن في الصيغة الجديدة نعم سابقا بداية من عفوا بداية من 1911 قبلها كانت المطالب تقدم في شكل عرائض عروف سيسة العرائض في الجزائر أو رسائل كما وجهها الأمير خالد أو خطابات محمد بررحال في البرلمان نعم أو في برامج الأحزاب اللي درسناها وتكلمنا عليها لكن لأول مرة يلتقي أقطاب الحركة الوطنية من أقصى اليمين لأقصى اليسار في مؤتمر واحد وفي الجزائر وتحت اسم المؤتمر الإسلامي رمزية المكان عندها معنا في الجزائر النقطة الثانية في حي من الأحياء الشعبية اللي هو أيضا عنده التاريخ وفي النظال حي بابلوت في قاعة ماجستيك اللي كانت أسمعنا ذاك قاعة الأطلس حاليا ويتشكل الوفود لذكرها دكتور مولود البعد الوطني كان ممثل البعد الوطني جغرافيا ومن ناحية الطيارات السياسية في كل مكتب نوجد مثل العلماء الشوعيين فيدرالية شيء اللي كان يظهر بعيد في الثلاثينات يساري مع مطالب الإدماج من نخب الجامعية مع ممثل جمعية العلماء ويتلاقى وحلطة طاولة واحدة هذه الرمزية هي التي أعطت للمؤتمى الإسلامي قيمة خاصة لما تشكل الوفود فيما بعد أيضا الوفود كان مشكل مختلف أطياف السياسية فقط نوضح أنه غياب ممثل نجم الشمال الأفريقية اللي كان موجود في الخارج قبل تأسيس حزب الشعب الفكرة دكتور هنا أن أهمية هذه المطالب ليست في ذاتها مطالب كانت متداولة ليست جديدة ليست فيها شيء جديد وإنما في الإطار اللي توضعت فيه يعني إخذت بعد حقيقي كان تنظيم أو فضاء كان قوة حقيقية تطالب بها وتحاول تفرضها وكان فرصة كذلك هذا مهم لأنه مع وجود حكومة الجبال الشعبية كانت كانت بان أنه هذه فرصة لترسيد هذا المطالب في نصف دقيقة أو دقيقة هو هذا لماذا؟ لأنه الآن المطلب أسمح عملي يرى بالعين بعدما كانت عبارة عن رسائل أو تنشر في صحافة الحركة الوطنية بمختلف طيارات الآن الجزائريين والمناظلين وعمة شعب راح يشوف أمامه لقاء فعلي حقيقي بين قادة الأحزاب في مكان معين وينبثق عنه وفد يسافر إلى باريس ويلتق الوزارة ويلتق المنسل الفرنسوين يعني كينتجسيد كينتجسيد في حركية بيتقول في حركية ثم عودة هذا الوفد لأول مرة يمكن أن يتكلموا عليه في البات في أيضا يجتمعوا الجزائري لأول مرة يشوفوا هذا السياسيين الزعماء أمامهم في خطاب في مكان عام اللي هو ملعب كرة القدم لملعب ليسمى الشين أوتو أو ملعب العناصر السابقة نعم دكتور عويمار هذا المطالب بطبيعة الحال شملت تقريباً هذه التيارات ثلاث مطالب هاللي كانت مطروحة ولكن بقيت كما قلت وكما كثير من الناس ما هيش ما هيش معبرة تماماً عن الوضع يعني فيها نقائس فيها فيها تجاهل لبعض الجوانب يعني كيف 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 شاهد المنتقدون هذه المطالب التي قدمها المؤتمر طبعاً هذه الأرضية أرضية المطالب التي قدمها وفد المؤتمر الإسلامي إلى رئيس الحكومة الفرنسية ليون بلوم في باريس طبعاً هذه المطالب هي فيها تنازلات أو فيه توافق توافق بين كل هذه التيارات المختلفة وإلا لن يستطيع أو لن ينجح أبداً مشروع المؤتمر الإسلامي فهذا التوافق هو الذي صنع المؤتمر وعندما ابتعد بعض الأطراف بعض الثيارات عن هذا التوافق فيما بعد سيفشل المؤتمر فإذن هذا التوافق هو الذي جعل هذه المطالب تكون بهذا الشكل بهذا الشكل لا تتطرق مثلاً تأثير إلى الجانب السياسي مثلاً استقلال الجزائر فلا تن فيه مجموعة من الطيارات أو مجموعة من الشخصيات انتقدت هذا هذا المطالب ممكن أن نضع هالمنتقدين في ثلاثة أصناف الصنف الأول هو الطيار الاستقلالي طبيعاً هو الذي كان يمثله نجم شمال إفريقيا فهو رأى في ربط الجزائر بفرنسا هو يعني أنه يتنافى تماماً مع مطالب نجم الشمال الإفريقيا يطالبوا باستقلال الجزائر مثلاً نقطة نجم الشمال الإفريقيا وقد ممكن نتوسعه كثيراً وقد نتخف عند هذا النقطة يعني هذا هو الانتقاد الأساسي نعم فيه الانتقاد الثاني هم المؤسسة الدينية في الجزائر الرسميون العلماء الرسميون نعم رأوا في تحرير الدين الإسلامي والقضاء الإسلامي من السلطة الاستعمارية من الإدارة الفلسية هو مساس ل مناصبهم و مناصبهم و امتيازاتهم و وضعهم نعم ولهذا كتبوا رسالة رسالة احتجاج على هذا المطالب نعم على هذه المطالب لدي علاقة بالدين بالدين والقضاء الإسلامي في هذه البنود وارسلوها إلى إلى باريس وقالوا نحن تبرؤوا من هؤلاء وخاصة جمعية العلماء هؤلاء لا يمثلون الدين في الجزائر نحن نمثل الدين كالفتوى كالقضاء والمساجد كلها تنتبع للإدارة للأجنة اللجنة الدينية التي وضعتها فرنسا في 1935 فهي التي كانت تسير هذا الشأن الديني في الجزائر وكان التي علما سامحني هذا تفضل به المطلب هذا تعفص الدين عن الدولة هو المقصود هو فصل الإدارة الفرنسية عن تسير شؤون الدين الإسلامي اقتداء ولا تمثلا بالديانة المسيحية واليهودية التي كانت تسير من قبل مجالس خاصة بها هذا هو المقصود هذا هو نعم وتعطي الحرية التامة للشأن الديني للشأن الدين الإسلامي في الجزائر نعم هذا أيضا فيه أيضا انتقاد آخر الثالث هو مجموعة من النخبة من المفترين على منهم مالك بالنبي أيضا انتقد هذا المؤتمر الإسلامي ورأى بأن جمعية علماء انخرطت في التارنفال السياسي كما كان يسميه التارنفال السياسي وفي البوليتيت كما كان يسميه دخلت فيه البوليتيت وتخلت عن وظيفتها الأساسية وهي الطربية والتكوين والتوعية والإصلاح الديني فهؤلاء العلماء كأنه تخلوا عن المسجد عن النوادي الإصلاحية عن المسجد عن العمل الإصلاحي وانخرطوا في هذا العمل السياسي والخطابات السياسية في المقاهي وغيرها من المهرجانات السياسية التي يقوموا بها هذا المؤتمر طبيعة المؤتمر كان لازم يروج الأفكار هذه أهم انتقادات سواء لنجم شمال إفريقيا أو المؤسسة الدينية الرسمية في جزائر أو بعض النخب منهم كما أشرت إلى مالك بالنبي دكتور فراد هناك مرحلة أساسية في هذا المسأل المؤتمر وهي تشكيل وفد في النهاية كان بعد ما وجدت مكاتب بعد ما تحضير بعد كذا بعد اجتماع الماجيس يعني هذه كلها في النهاية كان لابد من تشكيل وفد لأن المطالب كانت ستقدم لحكومة الجبهة الشعبية في باريس واللي بالمناسبة كانت يعني في هذه في بداياتها يعني الجبهة الشعبية أصلا وصلت للحكم في ربيع 36 يعني ما كانش فرق بير كيف كيف تم الأمر وكيف جرى تشكيل الفعل أنه وفد ومشال باريس نعم من أجل تقديم هذه الوفد ممثل طبعا لكل قيادة عبد الحميد بن باديس ومحمد صالح بن جلون هنا نقطة للتوضيح فقط اللي كان رسميا ترأس الوفد بن جلون أو بن باديس أو كانت بن باديس بن باديس والبساط دير تذكرهم لثلين نعم ولكن إذا كان عدنا أنا وافق دكتور عويمر المبادرة انطلقت من عند بن باديس مبادرة المؤتمر الإسلامي هو الذي اتصل ببن جلول نعم وقالوا واش رأيك يكون هناك مؤتمر فلذلك صاحب المبادرة هو عبد الحميد بن باديس وهو اللي ترأس الوفد نعم نعم مشاوا الفرنسا وتلقاوا هناك وثما رجعوا وداروا اللقاء في بلعب البلدي سطاد مينيسيبال كما كان يسمى العناصر العناصر في أود 36 ولقاء عبد الحميد بن باديس خطبة وكذلك ميصالي الحاج كان عود رجع ولقاء أيضا الخطاب قبل ما نلحق يعني كيف كانت تعامل هذا داروا وفد ومشاول باريس فيه وعود معسولة كالعادة وعود معسولة كالعادة ولكن ما تحقق حتى حاجة في الميدان حبنا نرجع للرمزية حبنا نرجع للرمزية بالإضافة إلى ما ذكره الدكتور جمال عندنا كذلك الحوار الحوار ثم الحوار نحن الآن في الجزائر في أمس الحاجة إلى تفعيل حوار حقيقي من أجل أن نتجاوز الأزمة السياسية المطروحة بقوة وبحدة في الميدان بن باديس لأنه كان صاحب المبادرة يقدر يجمع كل الطيارات طبعا باستثناء دعاة الاستقلال لكن يعني بن باديس يجلس مع الشيوعي ومع الفيدرالية المتحابين معناه كان هناك تجاوزوا مع المعرب والمفرنس معرب والمفرنس تجاوزوا تجاوزوا الإديولوجيات الضيقة الضيقة تجاوزوا الإديولوجيات فلذلك ما يمكن أن نستخلصه هو نجاح نسبة كبيرة من الجزائريين ما نقولوا شكوا للجزائريين لأنه دعاة الاستقلال ما يشاركوش نسبة كبيرة من الجزائريين قدروا استطاعوا أن يحققوا حوار أن يجسدوا حوار في الميدان وجعلوا الحوار واقع معيش واقع معيش هذه نقطة النقطة الأخرى كذلك المؤتمر الإسلامي كما أشار علي مراد الذي قام بالدراسة مهمة جدا الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر من 25 إلى 40 ونشرت في 67 كما وقد قام سي جمال عندما كان يشرف على المركز الوطني للدراسات الحركة الوطنية وثورة ونحن بطرجمة هذا الكتاب المهم بقلم دكتور محمد الحيات رحمه الله وسي جمال عنده الفضل في ترجمة هذا الكتاب يقول أن مؤتمر الإسلامي بيّن أن جمعية العلماء كان عندها اهتمام سياسي مخفي لم يكن مصرحا بل كان بالتلبيح نعم وذكر علي مرات أن جمعية العلماء كان فيها طياران طيار كان يدعو إلى التخلي عن السياسة بقيادة طيب العرب رحمه الله بينما عبد الحميد بن باديس الذي وضع في البداية السياسة ضمن أهدافه المخفية نعم لأنه مكاش حزب السياسي هو فلذلك المؤتمر الإسلامي بيّن بوضوح البعد السياسي لجمعية العلماء وهذا الكلام أيضا قاله شارل روبير رجيرون نعم وقاله أيضا شارل أندري جولي نعم دكتور جمل دائما تشكيل الوفد ورحلة رحلة الوفد إلى باريس يعني هل كان استجابة الفرنسية أو تعامل الفرنسي في مستوى التطلعات تاع الجزيريين وتاع الناس لعقد المؤتمر أم كما قال الدكتور فراد بقيت في منطق الوعود المعسولة فقط حقيقة بقيت في منطق الوعود لأن تعامل الإدارة الفرنسية دائما لم يتغير تحاول ما يسمى بالمثل الشعبي المعروف سياسة ذر الرماد في العيون ودائما إعطاء الوعود وراء الوعود إلى غاية 1962 وهنا يعطينا فكرة حول أن النظام سياسي الاستعماري وسياسي الاستعمارية تأخذ مظاهر مختلفة لم تتغير منذ دخول الجزائر كل مرة تتعامل مع المطالب الوطنية بطريقات مختلفة فقط لنشوف الوعود التي تتقدم الآن كنت تكلم عن موريس فيولات ليست بالشيء الكبير ورغم ذلك نجد من ينتقدها من الفرنسيين يرى تنازل حتى مرحلة الثور لما تجي الوعود تعدى يقول يظهر بأن الرجل يعني على إصلاحات ولكن في حقيقة الأمر هي شيء بسيط جدا جدا ورغم ذلك يعارضه الفرنسيون وكي أكاد يتفحياته في انقلاب معروف لذلك المطالب أو الرد على المطالب لم يكن في مستوى تطلعات الوفد ولكن بالنسبة الوفد ما يهمنا إضافة لما ذكروا الزميلين هو هذا التواجد لأول مرة رسميا ما فيه سابقة قبل هذا يجتمع مختلف الأخطاب في الجزائر ويتشكل أوفيسيال معنية رسميا هذا الوفد وينتقل لباريس ويقدم مطالب رسمية هذا هو الانتصار في حداته ولكن الشيء المهم جدا هنا عودت باش نأكد كلام خطاب مسايل حاجة لما رجع في المؤتمر ينعي تأكب في جملة برك أنه حكومة الجبهة الشعبية قد خيبت الأمل نعم في دقيقة دكتور عمي لأنه انتهى الوقت حول رح نرجع للمؤتمر لأنه ما زال ما سنفذناش لقاء أو محاولة مسالي الحاج لقاء الوفد في باريس الشيء أنه أغلب أعضاءها رفضوا أنهم يتلاقوه باستثناء بن باديس طبعا هذا الوفد يتشتل من مجموعة من الشخصيات نعم مثلا فيها فرحة عباس فيها أيضا بن باديس الطيب العقبي البشير إبراهيمي لمن العمودي نعم ولكن لا ننسى أيضا لا ننسى أيضا شخصيتين بارزتين في الحزب الاشتراكي لعدوا علاقة مباشرة مع ليون بلوم وهو بنحج هذا نعم وطهرات طهرات هو هذا الوقت أعتقد إذا سمحت لي كانت تسمية مش الحزب الاشتراكي لا هي سيفيو لا هي سكسيون فرانسيز الانترنسيونال أو بريال ليه الحزب الاشتراكي لا سيفيو نعم لا هي سيفيو هذين عندهم في ديراسيون ثلاثة في الوهران في قسنتين في العاصمة فشخصيتين شاركت في هذا الوفد نعم وبحكم أنهم الحزب الاشتراكي هو اللي كان يسير من نفس الحزب الحاكم نعم في الحكومة فهؤلاء كانوا هم المفاتيح للاتصال أولا بليون بلوم اتصال بالبرلمان الفرنسي بالصحافة بالصحافة الفرنسية فكل اللقاءات كانت بفضل يعني وجود هذه الأعضاء تعلق حزب الاشتراكي طبعا وخلال زيارة هذا الوفد خاصة الوفد الأول الوفد الأول في جوية 1936 كان مجموعة من شخصيات الجزيرة الموجودة في فرنسا عراد اتصال بالوفد ومنهم مصال الحاج نعم مصال الحاج وغيرهم ولكن في الأخير ولكن في الأخير هذا الوفد بعد كل هذه اللقاءات ورأى بأن لأن لم يكونوا جادين نعم جادين يعني سواليون بلوم اليوم بلوم لديهم مشتلات أخرى في الداخلية فرنسية خاصة في تلك المرحلات مرحلة ظهور الطيارات المتطرفة في فرنسا بلوم ضربوه يعني ضربوه جرحوه أهلية في إسبانيا أهلية في إسبانيا نعم ظهور هذا الفرنكو في إسبانيا والحرب الأهلية في إيطاليا في ألمانيا أعتقد الموضوع لابد من تفصيل حول تواجد الوفد في فرنسا والظروف المحيطة به استنفذنا وقت الحساء والحلقة القادمة سأبدأ معك دكتور عويمر على خلاف المعتاد يعني نبدأ معك ونواصل في نفس هذا الموضوع يعني تواجد الوفد في فرنسا وكيف عمله وكيف استقبل ونواصل نقاشنا حول المؤتمر الإسلامي شكرا لكم أساتذتي دكتور محمد رسكي فراد شكرا لك دكتور جمالي حياوي شكرا دكتور مولود عويمر شكرا لك مشاهدينا إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج تاريخ مباشر تحياتي